أخر في عملية الإصلاح كان حيبقى تكلفته أكبر علينا وعلى المجتمع كله أهم التحديات اللي بتوجهنا سواء في هذا التوقيت أو في المرحلة المقبلة أول حاجة طبعا هي الزيادة المضطردة في عدد السكان زيادة مضطردة في عدد السكان معناها زيادة في طلب على الاحتياجات الأساسية للمواطن من غزاء من مسكن خدمات صحة خدمات تعليم صرف صحي كل دي أعباء هتبقى مطلوب منه أن نحن نطور البنية الأساسية مطلوب استثمارات مطلوب أيضا أن نستمر في هذا التطوير بحيث أن نقدر نستوعب الزيادة المضطردة في عدد السكان ونقدر أن نوفر فرص عمل حقيقية للمواطن المصري ده بالتأكيد حيضغط أكثر على الموازنة العامة للدول